اهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الحوارية في برنامج السادسة بينوارني وبشرفني احد نجوم النادي الاهلي السابقين واللي بالمناسبة يمكن هو من اقل اللاعبين حصولا على انذارات خلال مشواره القروي او يمكن ما خدش ولا انذار في اي مباراة قبل كده كابتن ماهر همام نجمة النادي الاهلي وصخرة الدفاع للنادي الاهلي ومنتخبنا الوطني في حجبة كانت مميزة جدا في الكرة المصرية كابتن ماهر مناور الدنيا ومشرفني بالتأكيد في برنامج السادسة اهلا بنا نكرمك اهلا محمد بدون انذارات خالص قاعدة الفير بلي يعني زمل في فقال بالظبط اهلا بالظبط يعني وكمان دي خد بالك محمد دي ظاهرة غريبة خلصا انا كنت مدافع ومدافع شارس يعني الحتة بتاعتي دي فيها خبط جميل جدا بس الزمان كان الانذار عزيز شوي يعني الحكام كان بيتأنوا في حتة انه يطالع الانذار وفي نفس الوقت انت كنت بتلعب زي ما انت قلت الفير بليه تلعب يعني اللاعب النظيف عمري ما يعني ازيت لاعب او عمري عطلت حد فكانت الامور ودي من قطاع النشئين يا محمد يعني من قطاع النشئين لحد الفريق الاول كل مبارياتك اه لحد ما الحم بالله يعني بطلت اه وبونان عليه يعني الدولة قرمتني او المناخ الرياضي قرمني بجايزة انا بعتز بيها احسن اخلاق يعني زمان بقى انت عارف كان فيه احسن لاعب احسن حرس مرمى احسن هداف فاوجدوا المسمدة الجايزة دي احسن اخلاق كان بدت باخبار اليوم ثم الاهرام المسائي ثم المسائي فانا اخدتهم تلت مرات او تلت دورات وربعة سنة ثمانين فاخبار اليوم واحد ثمانين في المسا اه اه اتنين وثمانين في المسائي فكانت بالنسبة لي يعني وسام على صدر انك انت مدافع ومدافع قوي وانك ما تاخدش انظار في حياتك وفي نفس الوقت طبعا يعني المنظومة الرياضية مشكورة طبعا في اتحاد القورة ادرت ان هي توجد المسمدة ومن بعدها بقى كنت عالي بجريش اخدها مرة كنت عالي خليل اخدها مرة كنت نحستش حتى اخدها مرة لكن انا الوحيد اللي خدتها ثلاث مراتها محمد عبدالتوالية ثلاث مرات ومدافع ومدافع وكان صح للدفع كمان يعني مثلا محدش بيعدي كمان لا الحم بالله رب العجيب يعني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة